السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طريق سعد متعة التعلم هنكمل مع بعض لسه في سلسلة تعلم كوريل درو من الصف الاحتراف ومعدنا مع محاضرة رقم 12 والنهاردة هنكمل المحاضرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت تكلمنا فيها عن كيفية رسم صورة كارتونية باستخدام اداة البنتول بدأت تجدها اسئلة كثيرة من الطلبة تاني ان فيه بعض الرسومات صعبة يعني استخدام البنتول معها الطلبة بتجد صعوبة شديدة جدا في استخدام هذه الأداء وبالذات لو انا عندي بعض النقوش الإسلامية يعني مثلا اريكوا بعض الامثلة لو انا فتحت او استوراة من فايل عملت استراد ايمبورت لبعد الصور المخطوطات او الصور النقاشات مثلا فانا لو استخدمت التكنيك اللي انا اتكلمت عنه اللي هو البنتول وتتبعت هذه اللوحة او هذه المخطوطة او هذه الصورة في صعوبة جدا طيب انا عايزة حولها الفيكتور وفي نفس الوقت مش عايزة استخدم البنتول عشان المجهود طيب انا عايزة حولها الفيكتور لما السؤال برضو بعض طيب انا بحولها ليه الفيكتور بداية عشان نبقى فاهمين يا جماعة برنامج الكوري الدروبي دعم بعض الماكينات او الاجهزة اللي بتشتغل بالحفر بالليزر سواء على الزجاج او على الخشب او بعض المواد او الماتيريال الاخرى فانا عشان احفر اوان اشير الرسمة دي بالليزر ما ينفعشي لان الرسمة دي لو انا بسيط كده هلاقي التعارجات دي مكنة الليزر وهي ماشي عليها مش هتشتغل صح مش تنف تشتغل لازم الخط ده يبقى خط ايه فيكتور طبعا عشان اخليها خط فيكتور قولنا حل المرة اللي فاتت باستخدام اداة البنتول طيب لو الحل ده مش نافع او الصورة صعبة او في صعوبة في حل تاني سهل جدا احاولها الفيكتور في اقل من 10 ثواني ازاي يا مستر قصية سيدي دوس كلك يمين بعد ما عملت فايل و امبورت للصورة دوس على كلك يمين واختار امر اسمه اوتلاين تريز من الاوتلاين تريز اختار لاين ارت اول اختيار في بعض الاحيان كوريل بيشوف ان الصورة بزولشن بتاعها عالي انا على فكرة وانا بختارها وبدور عليها جبت حاجة البيكسلز بتاعتها عالية او النقاط اللونية بتاعتها عالية عشان اقدر اشتغل فيها بجودة فهو قال لي ان عشان عملها تريز ويعملها تريز او تتبع للخطوط بتاعتها لازم تعمل ريديوس للبيتماب يعني ريديوس للبيتماب قلل عدد النقاط اللونية في الصورة او انا هعمل الموضوع بشكل اوتوماتيك اه بيقول لي تشوز ريديوس بيتماب تو اوتوماتيكلي داون سامبل زا اه بيتماب او كانسل بيقول لي عشان لو انا اعلل لك البيتماب قل لي ريديوس هقول له ريديوس ممكن ما تظهرش الشاشة دي لو هو قابل عدد البيتماب في الصورة بتاعتك هقول له ريديوس هيبدأ يجيب لي شاشة في الجنب كده وبيجيب لي الصورة قبلة وصورة بعد وهو بيعمل من حاجة اسمها ريندر او معالجة الوقتي شايفين الجزء ده هيبدأ يعالج هو الوحده الصورة ويحولها الى فيكتور دون الحاجة ان انا اعمل اه تتبع او ان انا ارسمها بالايه بالبين تول زا المرة اللي فاتت هنتظر لغاية ما يخلص خالص او اتحولت اهي وحتى الخلفية بتاعتها بقت شفافة بس هلاحظ هنا ظهور بعض النقط فيها لسه الوان ما تشيلتش طبع عشان اشيل الالوان دي الابيض اللي موجود في بعض الاماكن ده روح علم على اللي اختار الاسمه ريموف كالر فروم انتاير ايميج ريموف كالر فروم انتاير ايميج علم عليه صح انتظر كل الالوان تشيلت تبتع بقى نقارن شوف كده معي قارن كده بص هنا مسلا الجودة اهو حول هالي هيل فيكتور حول هالي الفيكتور بشكل قوي شوف بقى الفرق هنا الفرق مثلا انا اخدت الجزء ده وجزء ده جزء دي سموس هو ناعم وقادي في الصورة الاصلية في مشكلة جامدة اه طبعا انا ممكن اعود ازبط في ديتيلز والكورنر سموس اه اه حسب اه اختياجك لغاية ما تحس اني الشكل اللي عام للصورة بقت افضل قول له اوكي بيحول لها لك بابدأ اسحبها اهو دي الصورة الاصلية ودي الصورة اللي انا حولتها الى بشكل بسيط وبشكل سريع الجميل كمان ان انا ممكن ادوس عليك وعمل لها عشان اقدر اخد مسلا كل كلمة ولوينها الوحدة حتى التشكيل ممكن اعلمه كمان ممكن وانا بشتغل بص بقى الفرق هنا في جودة الصورة نفسها الجودة شايف قدي الجودة عالية جدا على عكس مسلا الصورة التانية لو انا قفت عليها وكبرت طبعا في فرق كبير جدا اه في البكسلة بتاعتي وطبعا اه انا مش محتاج دي بقى خلاص دليت شكرا واخد الصورة بتاعتي بعد بحولتها واصبح عندي صورة اه جميلة جدا قدر تزبطها باستخدام اداة التريسينج او التتبع والى لقاء في محاضرة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة